السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم اصدقائي اليوم ان شاء الله الفيديو مهم جدا لكل الطلاب بدرين يسجلوا على جامعة باتمان يا جماعة جامعة باتمان سفتتحت التسجيل العام بدراسية 2020 ومثل ما يمكنكم شايفين بالعنوان انه تاريخ بدء التسجيل بيبلش ب بيبلش ب 11.5 وبينتهى ب 17.7 اعلان النتائج رح يكون ب 24.7 ومثل ما يمكن شايفين تاريخ تثبيت القيد من 17.8 الى 4.9 فالاوراق المطلوبة للتسجيل مثل ما يمكن شايفين امامكم على الشاشة هي صورة شخصية صورة عن الكملك او الاقامة وجواز السفر صورة عن الشهادة السنوية مترجمة ومصدقة صورة عن كشف العلامات في حال وجود طبعا العلامات على الشهادة وصورة عن شهادة اليوس طبعا يا جماعة بدي احكيكم يا هادو الروابط كلية للشهادات المقبول والمقاعد المتاحة رح اترك لكم ياها بصندوق الوصف ان شاء الله طبعا رح تشوفوا بهذا الفيديو طريقة التسجيل على هاي الجامعة بس قبل ما نبلش ان شاء الله بالتسجيل لا تنسوا تحطونا لايك على هذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو مع جميع الطلاب اللي بدون نسجلوا هاي الجامعة مشان نتعمل فائدة على الجميع واذا عندكم استفسار رح عملنا التسجيل فحطونا في التعليقات او بعتونا على الانستجرام مع صفحتنا اسمه تعلم على الماشي هونيك ان شاء الله من جاوبكم وخليكم معنا لمبلش التسجيل طبعا يا جماعة اول ما بتدخلوا عنه السيستم السيستم جدا بسيط بس عليكم انكم تتابعوا هذا الفيديو يعني بدقة مشان تعرفوا كيف تسجلوا بالبداية اول شي لازم تروحوا تحطوا ايميلكون هون وتحطوا تجمعوا هذا الجمع لحتى تعملوا شي فريقوندان طبعا يا جماعة بعد ما تبعت لكم الجامعة الكلمة السر تروحوا بتحطوا الايميل تحت بالسندوق الثاني مع كلمة السر اللي بعضتوا بتحطوا قريش اللي رح يعد اللي رح يطلع لكم اول شي هاي الصفحة اول شي بتكم تعاملوا انكم تحطوا صنرا كي صايفة يعني بالصفحة اللي بعدها بعدين بيطالع لكم اول شي المعلومات الشخصية هلا هون بيطلب منكم انكم تحطوا نوع تسجيل هلا انا رح اقولكم شو هني الخيارات وانتو بعدين بتختاروا الخيار الاول اللي هو انه تكونوا 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 سجلوا كاجنبي بعدين انه كاد جنسية سورية او انتو من اصحاب الكرت الازرع او انتو من الناس اللي اتراك ولكن بدكم تفاضلوا ولكن درستوا الثنوي برا تركيا فهذا طبعا بالنسبة للناس الاتراك بعدين بيطلب منكم السيستم فوتوغراف يعني صورة شخصية طبعا بتحطوا طريقة تحميل الصورة الشخصية جدا سهلة بتروحوا بتضغطوا على choose file يعني اختار ملف وبتحطوا ليوكلة يعني تحميل الملف بعدين اللي بتعملوا انكم تكتبوا هون رقم جواز السفر او الكيملك التركي اذا ما كان عندكم جواز السفر بيمكنكم تحطوا على هاي انه ما في عندي جواز السفر والافضل طبعا انكم بتحطوا جميع الملفات الممكنة بعدين بتحملوا الكيملك وبتحطوا هون الاسم وهون الكنية بعدين اسم الاب بعد اسم الام بعدين بتحطوا المكان الولادي وتاريخ الولادي وهون طبعا الجنس ذكر او انثى هون طبعا بيطلب منكم انكم اما اعزب او متزوج بعدين بيطلب منكم الجنسية هلأ موضوع الجنسية مهم جدا هون لانه مثلا الناس اللي حاصلين على الجنسيتين اول شي بيحطوا الجنسية الاصلية بيحطوا انه عن طريق الدغم لا يعني بيختاروا هذا الخيار انه عن طريق الولادي الخيار التاني اللي هو للناس اصحاب الجنسيتين مثلا اذا انتو كنتوا حاصلين على الجنسية تركيب تحطوا تركيب تحطوا باشفورو اليه يعني عن طريق التسجيل اذا ما عندكم بامكانكم تحطوا يوك يعني ما في طبعا هون اخر خيار للناس اللي ما عندهم كرت ازرق بامكانهم يحطوا والناس اللي ما عندهم امكانهم يتركوا فاضي بعد ما تنتهوا من تعبئة جميع المعلومات لازم تنتقلوا على الصفحة اللي بعدها طبعا هون هو يعني بقول لي لازم انا عبي بعض الاشياء فانا رح عبي اي شي طبعا انا متل ما اعطيكم انه السيستم ما بيقبل اي شيء بدون ما تحطوا فانا رح حط اي مواليد فانا رح حط انا اي شيء ممكن بعدين ننتقل على الاشيام بالقلرة طبعا هلا انتناقل ماء هون بدكم تحطوا معلومات الاتصال اللي هني بيحتووا عن العنوان وبيحتووا عن البستا كودو طبعا العنوان يعني حسب ما انتم وين المتواجدين بتحطوا بالنسبة لبستا كودو كيف بتطالعوا بتروحوا بتكتبوا اسم المدينة اللي انتوا قاعدين فيها وبتحطوا على الانترنت مثلا اسمه بتكتبوا جنبها بستا كودو او هذا الزيب كودو الكاتبينو وبتحطوا اي شيء طبعا انا كمان رح حط هو طبعا عبارة عن 6 ارقام اعتقد انا رح حط اي شيء وبتحطوا هون المدينة وبعدين المنطقة اللي قاعدين فيها هون الدولة ورقام الهاتف وبتنتقلوا بعدين للصفحة اللي بعدها اللي هي معلومات التواصل طبعا هون قال انه لازم نحط اي شيء نختار سو رح نختار اي شيء وطلب كمان رقم تليفون رح نحط كمان اي شيء طبعا يا جماعة انتوا لازم تعبوا المعلومات بدقة وتكون صحيحة مشان ما ترجع الجامعة وتبعت لكم ايميل انكم عدلوا الملفات او ردوا وبعتوا او كذا طبعا الجامعة غيرت نظامه السنة الماضي كان ما هذا النظام فهذا النظام يعني افضل طيب هلأ هون وصلنا على معلومات الليسا اللي هي السنوي اول شي هون بدكم تحطوا الشهادة الاصلية المنوترة او اللي مصدقة من الكونسول لقنة الكونسولية هون بعدين بتكون تحطوا كشف العلامات المترجم بعدين بتحطوا اسم الليسا اللي تخرجتوا منها بعدها بتحطوا المدينة اللي تخرجتوا فيها من الليسا من الثنوي يعني بعدين بتحطوا الدور اللي تخرجتوا منها ومجموع سنوات التعليم سواء كانت 12 او 10 او اي شي يعني مجموعة لتسنواتكم من الاول لبكالوريا بعدين بقولكم الليسا دي كي على النز يعني مجالكم في الليسا هل هو علمي او ادبي او كذا بعدين بقولكم انه السنة اللي بلشتوا فيها بالسنوي والسنة تخرجتوا منها وبعدين نوع العلامات بعدين بقولكم حطوا معدلكم طبعا نوع العلامات بس بدي نوه عليه هون انه هو بيعطيكم اكتر من نوع هلا الجامعة هاي فاتحة لأربعة وفي خمسة وستة وثمانة وعشرة طبعا هي عاطة مثلا بالنسبة للسوريين من 240 بالنسبة لليمنيين الاردنيين يعني كل نظام ان شاء الله موتوافر بهاي الجامعة طلع من السيستم ما بعرف ليش انا حاول اني للارجالو يا جماعة السيستم شوي فصل عندي طبعا مثل ما كنت عم بحكي لكم هون بالنسبة للنظام العلامي موجود في نظام جميع الثانويات مننتقل للمرحلة الماقضة الاخيرة اللي هي معلومات الامتحان هلا الجامعة موفرة امتحان اسمه اللي هنه هدول امتحانات الاترك اليوس اللي معه طبعا بديفضل ع شهادة يوس السات والقي جاي اللي هو امتحان امريكي فاذا انتو عندكم شهادة يوس بتحطوا الدولة اللي انتو ادمتو فيه امتحان اليوس بعدها بتحطوا اسم الجامعة اللي ادمتوها وبتحملوا نتيجة الامتحان هون وبتروحوا بتحطوا اكلة بعد ما تعبوا جميع المعلومات هون عن بداية الامتحان ونهايته والعلامة اللي أخذتوها ننتقل لآخر شي اللي هو اختيار الرغبات واللي هو قسم المهم جدا عن جميع الطلاب وأغلبهم بيغلطوا فيه أحيانا بيكونوا ما نعرفاني قسم المسائي من الصباح طبعا الجامعة اللي مفرد المقاعد هذا نرحط لكم رابط المقاعد في صندوق الوصف هلأ أعلى شيء أعتقد هي حاطته الهوة الهندسات وحاطة كمان مجال صحي طبعا وفي مجال فني وفي اقتصاد وعلوم إداري فهذا الشيء طبعا بيعود لكل طالب وهذا بس رح حط لكم كيفية أنه أنكم تحطوا الرغبات تختاروا مثلا أول شي لكل يفوق بعدين الفرع وبتحطوا ساتيلان بروغرام إكلي يعني حطوا اللي هاي فلاحظوا بس إن هيك عمل مثل الجدول تحت فهاي يعني أنه نختار رغباتكم آخر شي واللي هو أهم شي إنكم تضغطوا على الصحي اللي موجودة هون وتحطوا تمام أوكي وبعدين بتحطوا تكش بعد ما تخلصوا بتحطوا تكش اللي موجودة هون أمامكم هاي معناته إنه بكونوا أنتوا هون كتمال تسجيكم ولا تتأكدوا أكتر على إيميكم اللي سجلتوا فيه على هذا السيستم بإمكانكم تتأكدوا عن طريقه في الهوة بتبعث لكم الجامعة بعد ما تنتهوا تسجيل إنه نحنا تم أخذ طلبكم للتسجيل على الجامعة بنجاح بتمنى يا جماعة تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو إذا عندكم أي سؤال أو تعليق اكتبونا يا بخانة التعليقات تحت ومثل ما أردتكم لا تنسوا تحطونا لايك على هذا الفيديو تشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو مع جميع الطلاب بدون نسجلوا هاي الجامعة مشان تعمل فائدية على الجميع في نقطة حاب يحكي إنه بتمنى لجميع التفاعل مع القناة مشان نحنا ننزل فيديوهات الجامعات التانين في كتير جامعة تركية فتحت حاليا فبتمنى منكم تدعمونا عن طريق اللايك وتشاركوا هذا الفيديو مع جميع الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته